في مباراة أخرى هذا اليوم يبحث منتخب موريتانيا عن إنجاز فريد في كأس أمم إفريقيا عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر ويظهر منتخب موريتانيا لأول مرة في الأدوار الإقصائية لبطولة أمم إفريقيا بعدما نجح في إقصاء منتخب الجزائر والتأهل على حسابه من مرحلة المجموعات ليستدم بالرأس الأخضر أحد أكبر مفاجآت الدور الأول بعد تصدره مجموعة قوية دمت مصر وغانا ومزنبيقة إنها لحظة مهمة بالنسبة إلينا لأن ما عشناه في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الجزائري كان استثنائيا الآن علينا أن نبدأ من جديد على أساس جيد نحن في دور ثمن نهائي سنواصل الاستعداد لأن المباراة ستقام غدا لقد ركزنا على هذه المباراة والآن الأمر متروك لنا للمضي قدما وربما تحقيق الفوز الذي ندرك أنه صعب ولكن على هذا المستوى نحن فخورون جدا ببلوغ هذا الدور دور الثمن نهائي ونشر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقريرا عن المنتخبين الذين حقق أكبر المفاجآت في البطولة حتى الآن حيث ستكون المواجهة المباشرة بينهما بمثابة اعتراف رسمي بحسان أسود جديد في البطولة حيث يرغب كل من المرابطين ومنتخب أسماك القرش الزرقاء في خوض مباراة قوية وفق التطلعات ترجمة نانسي قنقر